اشتركوا في القناة زي أن يعقوب لما كان عند غائب وهو يوسف هذا الغائب كان موجود لو ما موجود كان موجود بس ما ظاهر ليعقوب تفاصيله ومكانه إلى آخره متى يظهر إمامكم من بعد ألف سنة ما مليتوا ما جزعتوا صار لكم كذا سنة ألف سنة تنجبونه قرآن الكريم هذا يعقوب كان يقول القرآن يقوله على لسان يعقوب يعقوب هكذا قيل له كافي يوسف راح يوسف مات يوسف أكله الذئب يوسف صار لك أربعين سنة يوسف يوسف كافا ما أنا لصبرك أن ينتهي يا يعقوب كافا كان يقولهم إنه لا يأس من روح الله إلا إلى آخره يعني إلى آخر الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا هذه ندبة ندبة فيها رقة عجيبة رقة مبكية لرثاء أو ندبة الغائب الحي الموجود الغائب الحاضر الغائب غير الظاهر بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم يعترضون عليه كما يعترض علينا الآن أصحاب التكفير والتفخيخ أنه كافا تكتبون قصائدا في المهدي تندبونه ندبة فن الندبة تندبونه دعاء ندبة تندبونه تنادونه أقبل يا ابن الحسن إلى ما تتصبر بانتظارك أيها المحيش شريعة فنهض فما أبقى التحمل غير إشلاء جزوعة إلى يا ابن الوصي المرتضانم لا حسامك ينتظى إلى غير ذلك كافا هكذا كان يقال ليعقوب النبي على غائبه فكان هكذا يجيبهم ولهذا نحن نجيب هؤلاء بنفس الطريقة وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ولهذا أحد يدخل على الإمام الصادق يقول شفت الإمام جالس جلسة التكلا وهو يقول سيدي إن غيبتك نفت رقادي يخاطب الإمام المهدي هذه ندبة الغائب اليعقوبية إذا جاز التعبير اللي وثقها القرآن وتولى عنه يعطيهم ظهره حين يعترضون عليه ويستهزئون به وهكذا نفعل نحن مع أصحاب التفخيخ والتفجير والتكفير وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لندبة غائبه الحي الموجود الحاضر الغائب أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أيضا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه لا تيأسون تحسسوا من يوسف وهذا درس الله أكبر هذه معرفة وفتح قرآن للغائب علينا أن نتحسس غائبنا نتحسس أفراحه وأتراحه آلامه وجروحه ما الذي يفرحه ما الذي يحزنه نواسيه بآلام أجداده الطاهرين خصوصا للحسين وآل الحسين الزهراء وجروح الزهراء علينا أن نتحسس ذلك هذه حقيقة قرآنية يا أحبابنا يا إخوتنا يا أخواتنا موسيقى